السلام عليكم الزينات واشراكم ان شاء الله تكونوا ملاح وتكونوا بخير ومهنيات يا ربي انا راني في نعمة والحمد الله قبل ما نبدأوا في الفيديو تاع نهار اليوم بغيتم قلكم اسمحوا لي على هذا الغياب كامل هذا المدة مي راني رجحت لكم واكيد مرجحت وبيدي يا فارغين جبت لكم معايا وصفة سينامون رولز ولا سينابون رول وصفة سهلة ويجيكم مخفيف ومقطن مع قهوة حليب في هذا البرد واشا زيتكم بلو منطول عليكم لكن قبل ما ننسوش الصلاة والسلام على رسول الله ويلا نروح نشوفو الوصفة مع بعضنا مقادر الوصفة عندي كاس واربع تالح لي بيكون دافي نص كاس تاع السكر ما يعادل اربع ملاعق كبار ثلثة الكاس مارغارين ذيبة وعندي بيضة كاملة ملعقة صغيرة معامرة مليح لفاني وملعقة كبيرة تكون معامرة خميرة الخبز واربع ملعقة صغيرة تاع الملح وبنفس الكاس اللي كيلت بيه الحليب والسكر والمارغارين كيلت بيه اربع كيسان ونصف تاع الفارينا اللي كنت غربلتها من قبل وعندي نصف كيس خميرة الحلوة وبالنسبة للحشو عندي ثنين ملاعق كبار مارغارين طرية ثنين ملاعق كبار سكر بني ثنين ملاعق كبار كاكاو بني ملعقة صغيرة تكون معامرة تالامايزينا ملعقة صغيرة ممسوحة قرفة بما انو راني نصور بالقفازات راح نستعمل العجانة الكهربائية ولا بيتخا حكذا باش نسهل العمل على روحي انتو ما تقدرو تخدمو غير بيديكم كما راكم تشوفو راح نحط في العجانة التاعي الحليب وراح نحط نصف كمية السكر وخميرة الخبز نخلطهم معا بعض شوية وراح نغطي عليها ونخلي الخميرة تتفاعل مدة عشر دقايق بعد ما مرت العشر دقايق وتفاعلت الخميرة راح نزيد هذيك الكمية تاع السكر اللي بقعتلي مع المارغارين ولافاني والملح وحبة بيض كاملة ونخلط كل شيء مع بعض حتى ينسجموا كما راكم تشوفوا معايا هنا راح نزيد عليهم زوج كيسان تاع الفارينة ونعاود نخلط ملاح حتى تتشرب لي كامل الفارينة هذوك السوائل وراح نعاود نخلي الخليط يرتاح مرة وحدة وخرة مدة عشر دقايق ونرجع ليكم بعد ما خمر الخليط للمرة الثانية راح نعاود نهبطه بالفوي كما راكم تشوفوا نخلط حاجة خفيفا برك ونبعد نزيد زوج كيسان وحدة وخرين تاع الفارينة وحنا راح نجيب الباسواغ وراح نضيف نصف كيس تاع خميرة الحلوة الخميرة كذلك لازم نغرب لها وراح نحط كل شي يتخلط في البيتخا اهنا بعد ما حصلت على عجينة راح نزيد نضيف نصف كيس تاع الفارينة اللي بقى علي تدريجيا وهذه العجينة راح نجيكم تتلاسق كما قلت لكم من قبل بما اني راني نخدم بالقفازات استعمت بالبيتخا انتم ما تقدروا تخدموها غير بيدكم من بعد ما خليتها تتعجي نمليح مدة خمسة دقايق راح تولي عندي عجينة مطاطية وكما قلت لكم راح تجيكم تتلاسق وحتى اذا خدمتو بيدكم راح تعطيكم كذلك نفس النتيجة ملاحظة برك حاولوا كتولوا تدلكو في العجينة تاحكم ما تزيدو لهاش الفارينة هناك جبت الريسيبيون لأي بول يكون عندكم راح نمزحو بشوية زيت ونحط فيه العجينة ونغطي عليها بالبابيفيل ولا البلاستيك الغذائي ونخليها تخمر حتى لوين يتضاعف الحجم انتاحا الوطن اللي راح تخمر فيه العجينة راح نوجد معاكم الصوص الاصلية للسينامون راح نحتاج في الوصفة كاس سكر ناعم واللاسيك خي غلاس ثنين ملاعق كبار جبن فلاديرفيا تقدروا تعوضوا بالمسكربون ملاقة كبيرة مع مرات زبدة وثنين ملاعق كبار حاليب سائل راح نخدم بالبلندر ولا بالميكسر في الطاز حطيت كاس سكر غلاس والمارغارين وجبن فلاديرفيا راح نخلطهم كامل مع بعض بالفوي حتى يولي عندي قوام كريمي ومبعد راح نكمل نميكسي هوم مليح بالبغا ميكسر ونبقى نضيف الحليب بالعقل الخطوة الثانية راح نجيب كسرونة ونحط فيها هذا الكريمة بعد ما كنت ميكسيتها مليح وراح نحطها على نار تكون نار متوسطة ونبقى نحرك حوالي دقيقتين الى ثلثة دقائق قسمة دوبلي هذيك المارغارين مع السكر هنا راح يتباني لكم سائلة مي بعد ما نطفع لها ونخليها تبرد راح تعاود تحكم روحة وهنا راح نوجد معاكم الحشو في صحن صغير حطيت الكاكاو مع السكر والقرفة والميزينة ونخلط كامل هذي المكونات الجافة مع بعض ونحطهم بجه وكيما شفتوني ما حطيت المارغارين مع هذي المكونات الجافة راح نستعملها من بعد وحدها كي نفتاح العجينة هذي هي العجينة بعد ما تضاعف حجمها هنا راشيت شوية تاع الفارينة فوق البلوندد خفاي وراح نحط العجينة بلا ما نخرج منها لهو فالا نحاول نحطها غير بالعقل ونبدأ نفتح فيها بشكل مستطيل وكي نبدأ نفتح فيها ما نرققهاش بزاف نخليها شوية خشينا يعني باش بعدها هذو كل الفايف يجونا خفاف وملاحمين وحنا جبت المارغارين ولا الزبدة وراح ندهن بها سطح العجينة التاعي كامل وبلام نوصل للأطراف ملاحظة واحدة اخرى المارغارين ولا الزبدة ما رانيش نخدم بها وهي سخونة يعني خليتها حتى بردت تماما باش راني ندهن بها ولا حطوها في الميكرو مدة 20 ثانية ونحوها والدور تاع الزبدة رح يشد لنا الحشو اللي وجدنا من قبل فوالا هنا رح نوزح كامل هذا الخليط ولا هذا الحشو فوق هذه الزبدة ونبعد رح نبدأ نرولي في العجينة بهذا الطريقة كما راكم تشوفوا معايا ونرولي فيها نحاول نضغط عليها في نفس الوقت باش نقدر نخرج منها كامل هذا كالهو تشوفوا واللعنات جبت الخيط وبدأ نقطع في الحبات التوعية وإذا بغيتوا تستعملوا الموس تقدروا تستعملوا لكن أنا نفضل نستعمل الخيط وإذا بغيتوا كذلك تعينوا الحبات التحكم بالمسترى رح يكون خير وخير أنا درت عيني ميزاني وكما سينامون الحبات يجو شوية خشان لأن العجينة سينامون تقريبا هي نفسها عجينة البريوش ومبعد جبت سنيوة كنت حطيت فيها ورق الزبدة ورح نحط فيها الحبات السينامون ونحط فيهم رح نخلي مساحة بين كل حبة واختها نبعد بينهم حوالي 2 سنتيم رح نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليهم يخمروا للمرة الثانية بعد ما خليتهم تقريبا 40 دقيقة جبت حبة بيض ضفت عليها ملعقة صغيرة لفاني وخلط ها مليح ونبعد جبت بنسو وبدأ ندهن في الحبات السينامون تقدروا تستغنو على هذا الخطوة برك أنا بغيت لأكل لغة التحام تكون شوية غامقة ونحن كنت شعلت على الفرن 200 درجة مئوية غير ملتحت مدة 15 دقيقة راح ندخلهم ونخليهم يطيبوا ونبعد نعاود نشعل عليهم من الفوق قسم ما يحمروا لي ناحيهم شوفوا الله يبارك بعد ما طعبوا والريحة ما عندي ما نحكي لكم هذيك الريحة تعال القرفة والسكر وهو ويت كرمل وريحة الخبز يعني جو ما شاء الله وهو مسخونين راح نسقيهم مباشرة بهذي كلاسوس وكيما قلت لكم هذي كلاسوس بعد ما بردت شوفوا لي كيف حكمة روحة وبالنسبة للتزيين أنا درت لهم كوكا وإيه فيلي كنت حمصتوا شوية من قبل ولا تقدروا تقدموهم هكذاك وما تزيدوهم وعلو جوا قطنيين قطنيين ما شاء الله يا لبنات وهذيك السلصة زادتهم بنا على بنا نتمنى منكم تجربوهم وتخلوا لي رايكم في التعليقات وعلى بالي كتجربوهم ما كمش رايحين تندمو كانت هذه هي الوصفة تنهار اليوم وإذا عجبتكم الوصفة أكيد ما تنسوش تخلو لي لايك للفيديو واللي ما اشتركتش واشتركي تسني اشتركي وفعلي الجارس باش يوصلك كل جديد نحطه عندي في القناة ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقوا في فيديو جديد ولا وصفة جديدة والسلام عليكم اشتركوا في القناة